اهلا بكم هفطت معاك وقولك ان انا خايف من السوشيال ميديا خايف جدا تخاف منها جدا جدا في جوانب عديدة ولو قعدنا نتكلم لغات بكرة يعني يمكن ما يكفيش كلام ينقل الخوف الداخلي في عقل وفي عقل الكثيرين ممن اتناقش معهم من هذا الوباء الذي يسمى بالسوشيال ميديا لانا في رأيه انه سيدمر شعوب يعني سيدمر ثقافات لكن خلينا نقول من ناحية طبية انا خايف ليه من السوشيال ميديا من ناحية طبية من ناحية الجلد مثلا ان انا خايف وده بيحصل انه كتير من البنات كانت تبقى عندها مثلا حب شباب عندها بقع في الجلد عندها عدم توازن في اللون الجلد فكانت طبيعي انها مش راضية عدم الرضا ده هو دافع مهم جدا 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 للبنت بيخليها تروح للدكتور او للدكتورة تجي على طول على الدكتورة انا عندي حب شباب في وشي او حبايا هي طلعالي فيشوفي هنعلجها ازاي خلاص بقى فيه ثقافة ان انا اروح للدكتورة وابدأ السوشيال ميديا عملت حاجات كثيرة اوي كلها غلط كلها غلط تخريف من اول انه بقى فيه فكرة ان انا ادور في السوشيال ميديا عشان نشوف بلوجر ولا شوف حد مشهور ولا شوف اي حد جاهل بيتكلم من غير علم عن علاج المبتكر الحديث ورؤيته لحب الشباب فبيدينا بقى ايه الوصفة وخلاصة الخبر دي وخده مني وكلام مجرب احسن من كلام ضبيب وكلام اللي انتوا عارفينه بتاع ايه نصبين ده مرورا بيه مواقع بتبس برضو على السوشيال ميديا اللي لها رقيب ولا عتيب وبيتل تقول انا عندي العلاج النهائي ليه حب الشباب خد العبوة وعليها عبوة هدية وعرض الصيف وعرض الربيع وعرض شم النسيم وبيع يا معلم ولم فلوس وقفل الموقع ولا فل الصفحة بعد شوية بعد ما ايه المسائل تتعرف ان انت نصب ويعني انقل لمشروع اخر او لصفحة اخرى تروج لشيء اخر في برانش تاني في الطب برضو وليكن السكر وليكن التخسيس وليكن اي حاجة طيب الكارسة التانية اللي تعملها السوشيال ميديا دي كارسة خطيرة بقى للغاية انها بتلعف اللوعي لو عيس البنات استاد في ايه البنت عندها عيوب كتيرة في وشها محتاجة فيلر محتاجة بوتوكس عشان خاطر التجعيد خلاص طب ليه انا اعمل ده كله وانا ممكن ابان حلوة ازاي يا باشا نزلي بروجرام كده سهل يعدلك اعملك فلترة على الصور ويخلي وشك خالي من العيوب خالص دي الصورة اللي انا عايز اصحابي كلهم يشوفوها طب هم هيشوفوكي لا لا من هنعزل بقى وهي دي المرحلة اللي بعد كده اللي العزالية بقيت الصور هي اللي بتعبر عني انا مش محتاجة اتعالج ده كلام البنات واتعالج ليه وانا ممكن بصورة واحدة اعالج نفسي في ثانية اعالج نفسي من اصار حابي شباب بدل ما اروح اتعب نفسي طب هم انت انت بتعابي نفسك لان انت دي نفسك انت انت الصور اللي انت بتنزليها دي لا تعبر عنك ليست انت انت بتكتبي على نفسك ولا بتكتبي على الناس البنات اللي بتنزل صور فلتر على وشها دي يا جماعة دول يعني خلاص منهم وبين الجنان لحظة بجد انا بكلمكم بجد بتقول لي لا انت قاسي اوي ده كده بنات كتير بتعمل كده ما انا بقول لكم انا بقول لكم بيتنزلوا فلاتر بيغيروا ملمحهم خالص دي اه بنت اللطيق بنت بتحاول تتزبط الاضاءة تفتح الاضاء شوية تعمل يعني موديفيكيشن للاضاءة بحس ان يبن الوش افضل شوية في التصوير بتحسل شكل الصورة اوكي لكن فيه بنات بيغيرو ملمحهم خالص تشوف اللي الشكل اه بدي عاملة كده هي اللي احنا شايفينها دي المعلمة راحت منزل الصورة بي اا با رغم انها قمر بصراحة بس انا مش هكسها على الهوة بقول لكم الحقيقة لكن لكن بتقولك لا انا باطلع بالشكل ده النتيجة انا بقول لكم في الحقيقة سينعز الجزء كبير جدا من المراهقين والمراهقات خلف شاشات الموبايلاد واللي هيظهر أشباح هؤلاء الناس وهنفاجأ بعد كده هي مما نفسهم بيجي لهم صدمة انفصال يعني من تكرار وجود الصورة دي على الشاشة قدام موبايلها هي صدقت إنها دي بالشكل ده ونسيت شكلها بعيوبها طب كانت تروح تزبط العيوب والشكل يعني فين دور الطب الحقيقي بقى في الليلة اللي أنا حكيتها دي ووبا ما فيش دور دور الطب الحقيقي بعد بقى ما تصطدم بالواقع إتا جاعت زيت حب الشباب بيعمل حفرة أو عندها بقى مناسبة حقيقية مش هتبعت صورة مكانها يعني عندها مناسبة حقيقية لا هتظهر لأنها اضطرت آسفة أن تظهر إلى الناس فالناس هتبصلها كده هو أنت فلان اللي بتظهر في السوشيال ميديا لا لا خالص فده خطر جدا السوشيال ميديا خطر جدا على برانش الجلدية تحديدا تعالوا نفهم هذا الكلام مع ضيفتي العزيزة الاسم القدير في عالم الأمراض الجلدية والتجميل واسمه مميز للغاية هيمتعنا بحوار علمي راقي جدا النهاردة مع الخيمة العلمية المتميزة لأستاذ دكتورة منار علي حسن دكتورة واستشاري الأمراض الجلدية والليزر والتجميل صاحبة شهادة المحهد القومي لعلوم الليزر وعضو الجمعية القربية والأمريكية للجلد والتجميل أهلا بيك دكتورة منار أهلا بحضرتك وسعيدك جدا لوجودي مع حديك النهاردة أهلا وسعيد حاب الشباب على فكرة سهل إزالته على السوشيال ميديا أوك أه بالصور أنت عارف على طول دخلوا الصورة أه فلتر يشيل كل حاجة أه جايين على الحاب الشباب أه يشيلوا على طول خلاص ببقاش عندي نصيبة سودة دي أه طبعا أه طبعا أه إيه هو حاب الشباب طيب؟ أه أولا حاب الشباب ده واحد من أهم طبعا وأكثر الأمراض الجلدية شيوعا وكمان اللي حاجات كتير للناس مش عارفاها أن مسمى حاب الشباب أصلا مسمى خاط يعني هو طبعا النسبة الأكبر لحدوثه فترة الشباب أو فترة المراقة لكن لازم نعرف أن فيه نوع من حاب الشباب ممكن يجي للأطفال فيه نوع اسمه أضلت أنصة أكني واحدة تقول لك أنا جوزته وخلفته لسه بطلع لي حاب الشباب آه يعني فيه حاب الشباب ممكن يزعل لأول مرة من سن 25 لـ 30 وممكن يكون عندها فعلا حاب الشباب من فترة المراقة ويكمل معها لبعد سن 25 و35 زيادة إفراز الغداد الدهني بالإضافة أن يبقى فيه إنسداد لقنوات الضقيقة الغداد الدهنية اللي احنا بنسميها المسام فطبعا تظهر في شكل بصور بيضة وصور سودة الليها مميزة لحاب الشباب كمان فيه مجموعة من البكتيريا للبكتيريا الضارة لبي أكني طبعا دي برضو من الأسباب الرئيسية لحاب الشباب الحاجات بقى المعروفة زي الاسترس والتوتر وبعض الأكل والهرمونة للتشينجس يعني الناس اللي عندها طرابات هرمونية ده من أهم الأسباب اللي بتخلي حاب الشباب ناشط وكمان ممكن يكون يعني مضاد أكتر للعلاجات التقليدية لحاب الشباب البي سي او ناس اللي عندها طرابات هرمونية يعني أعلى مختلفة سواء تكيوسات زيادة حتى نشاط الهرمون يعني في ناس أقولك أنا عملت تحليل هرمونية وطلعت سليمة وفي حاجة اسمها نشاط هرمون يعني الهرمون عندك آه نسبته سليمة بسهم يشتغل أكتر من الطبيع فيظهر بقى في شكل طبعا شعر زائد حاب الشباب ناشط تسقط في الشعر يعني بأشكال تنينية مختلفة في لفظين مشهورين لفظ حاب الشباب الناشط مصبوط وطبعا اللفظ الثاني اللي هو آثار حاب الشباب طبعا فرق كبير جدا سواء في العلاج أو حتى في الشكل يعني أنا بحب أقول إن الحاب الشباب الناشط ممكن يكون حاب الشباب التهابي وممكن تكون غير التهابي الهر التهابي ده اللي احنا قلنا في شكل بصور بيضة وصودة وده طبعا في علاجه مختلف جدا عن حاب الشباب الالتهابي اللي هو في شكل حبوب لونها أحمر وممكن يكون في شكل طبعا جواه صديد أو حبوب حتى تحت الجل لكن أثار حاب الشباب مختلفة ممكن تكون في شكل تصبغات يعني لون أغمى من لون الجل أو في شكل سوحاك قلت يعني ندبات الندبات دي للناس برضو مش عارفهاها ممكن تكون ندبات مرتفعة عن سطح الجل وطبعا النوع الأشهر اللي هو الحفر أو الندبات اللي بتحصل نتيجة الضمور أو نقصت كل جل عشان الحبوب دي ما تعالجتش كويس فبدا تسيب ندبات وحفر إيه الجديد في علاجة الحاب الشباب برضو أنا بحب نلازم نكون مقسمين يعني لو أنا عندي حاب شباب غير التهابي باستخدم أكتر اللي هو العلاجات الموضعية زي إيه حاجات فيها نسبة مثلا سلسلك أسد ولايكوليك أسد ده اللي بيمنع لإنساد القنوات الغدد الدهنية اللي تكلمنا عنه وحاجات تقلم من إفراز الدهون زي التوبك مثلا ريتينوينز وفيه مادة مهمة اسمها البنزايل بروكسول المادة دي بتقلم إفراز الدهون بس الأهم من كده بتخلي البكتيري الضر اللي احنا تكلمنا عنها أنه هو البيئة أكني اللي كانت مقاومة للمضادات الحيوية تزود حساسيتها للمضادات الحيوية فلما استخدم علاجات سواء كان مضادات حيوية بالفم أو عن طريق الدهنات ساعتها جيب نتيجة أكبر هنا بقى الجلسات ملهاش دور كبير يعني هنا في خلال مثلا تأشير كيمياء علاجي خفيف هيدروفيشة الأنضة في البصور السوداء دي أو أشيلها لكن هنا العلاج الطبي الموضعي هو لول أبرهاند طيب بالنسبة للمضادات الحيوية الموضعية أو بتاخدها عن طريق الفم ومادة مهمة جدا اسمها مادة الأيزو تريتينوين المادة دي طبعا لازم ناخدها تحت إشراف طبيب لأنه لها تحاليل معينة عشان أتأكد أن المريض ده نفسه مؤهل ياخد العلاج ده طبعا بتاخد بجرعات معينة وقت معين على حسب وزن المريض الميزة في المادة دي إنه مش مجرد علاج لحب الشباب ده كمان وقائية يعني إيه وقائية؟ يعني بعد ما خلص الكرسي علاج ممكن أفضل سنة واثنين وما يجيليش حب الشباب تاني بنسبة تصل لأكتر من 70% ده بالنسبة لحب الشباب العادي طب بالنسبة بقى لأثاره هنا بقى بنعكس الكلام يعني هنا نقبر هاند للجلسات طبعا يعني لو تصبغات ممكن نعمل جلسات اللي هي تأشير الكيمياء أو البارد ولو حفر طبعا ممكن نستخدم بقى أجهزة زي الفريكشنال ليزر وزي الراديو فريكوينسي والدرما بين وبقية الأجهزة اللي بتشتغل على الكولاجين وبتحفزه عشان تقلل من أثار أو ندبات حب الشباب الحقيقة صور قوية وقسية شوية اه طبعا تجابلنا الحالات اللي من الآخر يعني يعني المريض ده مثلا ما عندوش حب الشباب عادي يعني حتى يقولك طبعا أنا أسيبها وكده كده بعد وقت ما أنا هتروح طبعا هي آه هتروح بس أسيب ندبات وأنا أعالج حب شباب ناشط زي ده بالنسبة لي أنا أسهل معالج ندباته يعني أنا عامل جلسات كتير وفيه ناس بتستجيب ونمكن ناس ما تستجيبش الندبات أخطر أخطر بكتير وأصعف في العلاج وأصعف جدا في العلاج طبعا أنا عايز أروح للبهاء البهاء هو واحد من الأمراض المزاحجة طبعا هي وبقت مش عارف حالته انتشرت جدا يعني عشان الناس بتكشف فبقى يعني اكتشافها أكتر من الأول إيه الجديد في علاج البهاء هو الأول البهاء ده مرض مناعي مزمن بيظهر طبعا في شكل بقى علونها أبيض يعني بنسميه أبيض ناصع زي بلاضي اللبن كده وده بيظهر في أماكن مختلفة في الجسم خصوصا مناطق الاحتكاية طبعا يعني منطقة البهاء ده أو قصة البهاء دي كتنايت مير أو يعني يعتبر كابوس للناس كتير لما تتشخص بالبهاء الوقت المؤخرة بقى فيها علاجات كتير جدا سواء علاجات موضعية أو بتتخذ عن طريق الفم اللي هو بيسموه البيولوجيكس بقى والدهانات الجديدة اللي بقى لها سنة أو اثنين الحاجات دي مزيتها النية بتقلل من انتشار البهاء يعني مثلا الحالة دي مجرد جلسة أو اثنين مع علاج موضعي حصل تلون بنسبة تقريبا 50% مع أن المنطقة دي منطقة نسبة يعني إلى حد ما بتبقى بالنسبة لها مزعجة شوية غير الدهانات الموضعية والحاجات اللي هي بتتخذ عن طريق الفم كان برضو زمان كان فيه أجهزة كبيرة اللي هو بسموه العلاج الضوئي زي الناروباند والبوفا كان المريض كله كده بيخش جوه كمينة فطبعا بتعرض الجسم كله للأشعة فكان ده له مضعفات وكمان بيزود لون الجلد الطبيعي دلوقتي طبعا مؤخرة بقى فيه جهاز اسمه إكزايمر ليزر ده ليزر بيشتغل على أماكن محددة أو الأماكن للإصابة فقط فطبعا فعاليته أكبر لأنه محدد وفي نفس الوقت تقريبا ملوش أي مضعفات أو أعراض جانبية فدلوقتي البواء بقى مرض يعني سهل الشفاء منه بيحتاج لها المريض يبقى على متابعة مع الطبيب كل فترة حوليه من 3 إلى 6 شهور لكن هل هو بقى الكابوس بتاع زمان أو أنه ملوش علاج لا خلاص الموضوع ده تقريبا انتهي عصبح يمكن العلاج منه نهائية أم شفاء منه نهائية الأعراض بتاعته اللي هو البواء عليونها أبيض ممكن تشفى نهائيا لكن طبعا المريض هل يظل يعني عنده استعداد لظهورها تاني فطبعا مع الممارسة ومع النواة بيتابع مع الدكتور ويبعد عن الحاجات اللي فيها يعني تروما أو خبطات كتير أو كده لأ ممكن يوصل للرميشن يعني يبقى ما عندهش حاجات اللي يبقى تسيطين طويلة طيب هروح للتساقط الشعر تساقط الشعر العادي أو تساقط الشعر الوراسي هل فيه فرق بينهم؟ هو قصة تساقط الشعر دي بصراحة يعني لازم الدكتور هو اللي يتحكم فيها يعني فيه جهاز اسمه ترايكوسكوب الجهاز ده بنستخدمه للكشف عشان نعرف عدد الشعرات اللي موجودة طب البصيلات طب فيه فرغات دي حصل فيها ضمور يعني أصلا ما فيش قيمة للعلاج فيها ولا لسه فيها قابلين يبقى فيها كسافة كمان نشوف سمك الشعرات اللي موجود طيب بالمضاعفات دي أو بالقصص دي نقدر نحدد نوع تساقط اللي موجود طيب هل المريض بقى أنا عرفت نوع التساقط أسيبه كده لا لازم أعمل له مجموعة من التحاليل مثلا زي صورة الدم استرامفريتيل ومغزون حديد الفيتامين دي الهرمون الغضة الدرقية وزي ما قلنا برضو التحالي الهرموني يعني فيه ناس بقى عندها اطراب هرمونات بيبقى سببه تساقطه يعني يظهر في شكل تساقط وراسي طيب أنا خلاص شخصت الفرق بقى ما بين التساقط الوراسي وتساقط التفاعل العادي إن الوراسي فيه الغالب المريض ده عنده جين يعني الأب أو حد من العيلة كان عنده تساقط وراسي وزي ما قلنا ممكن يكون عنده يعني شوية هرمونة لتشينجس أو ترابات هرمونية لكن الناس اللي عندها تساقط تفاعل عادي نتيجة بقى الاسترسنا أو نقص الفيتامين أو التغذية الموجودة في فروط الراس طبعا اللي بيدحك برزو حاجة قلت إنه بيجي مريض مثلا تقول لي أنا أزهقت بقى من العلاجات الموضعية عمليه جلستين ثلاثة كده بتمانهم وعشان نخلص من القصة دي طبعا ده يعني رأي خطأ خالص يعني لأن الموضوع مؤقت هتعمل كم جلسة وهتدفع فلوس كتير وبعدها بشهرين ثلاثة هيرجع تساقطتين فأنا بشوف إن الأفضل نحط المريض في روتين يعني أكشف عليه كويس نعمل التحليل وياخد الفيتامين زلوها محتاجها إن الدول العلاجات طبية موضعية تزود إنبات الشعر وزود دم راح لفرغة الراس ويبقى فيه ظهور شعر جديد اللي احنا بنسامل بيبهير ساعتها بقى تعمل جلسات زي ما عايز ساعتها بقى طبعا جلسات بلازمة الميزوسيراب الليستيم خاليا الجزعية اللي هي موجودة فيه حاجات جدا زي الإجزوزومز فيه حتى مادة المينوكسيديل دي ممكن تتحقن جوه فرط راس عشان الناس اللي عددها تساقطوا راسي ساعتها بقى لما توقف الجلسات في أي وقت الشعر مش هارجعي أعطاني لأنه يا أوريدي ماشي علاق طبي محافظ على كسافة الشعر يعني ده جهاز الترايكوسكوب شو حضركم مبين الفرغات عدد الشعرات الموجودة تبصوم كها علشان قدر أوصل طبعا للتشخيص السليم وما فيش علاق صح من غير تشخيص طبعا صح هنا ممكن ألاقي وأنا بكشف ألاقي تانية مثلا ألاقي كراست ألاقي تعلبة يعني ممكن يكونش أصلا تساقط خالص يعني يعني الصورة اللي احنا كنا شايفينها فيها تعلبة تعلبة رأس يعني الثعلبة دي علاج بختلف تماما عن كل الحاجات التانية يعني فيه ناس كمان بيعندها زي دي صورة الصعلبة الكلية بالرأس يعني تقريبا كل البصيرات حصل لها يعني أفكش ودي حاجة مناعية فلونا استخدمت لها علاجات تانية أعمالت جلسات أنا بقى طايع وقت وفلوس في الفاضية يعني تساقط الشعر برضو شيء للغاية أه طبعا بالنسبة للمريض أو المريضة أكيد المريضة أكتر المريضة أكتر طبعا البنت اللي لقى الست بترجع بتيجي منهار نفسية أه طبعا أكيد يعني الرجل فيه لك دلوقتي اللي هو حديث أه في ناس بتحلق شعرها طبيعي أه طبعا طب نروح للفيلر أه إيه بقى الفيلر إيه الجديد في الفيلر هو أنا دائما برضو بحب أن أنا باستخدم حاجات تقنيات زي البوتوكس أو الفيلر نستخدمها في حاجات طبية وبرضو أكيد تجميلية يعني مثلا أنا بنصح أن الفيلر ده لما جاء استخدموا ناس عارفها أن كيمة الفيلر يعني مال قدي حجمه وخلاص لا فيه ناس ممكن تعمل ضايت مثلا قاسي شوية وتنزل 20-30 كيلو فيحصل تهدل في منطقة الوجه فساعتها أنا باستخدم الفيلر في الرفع يعني أنا ممكن أحقن مناطق معاناة في الوجه على العظم مثلا أو كده أرفع به الوجه وبعد كده أبقى حقن الفيلر عشان بقاش برضو فيه قوار وخلاص يعني لازم نحقن في أماكن كويسة بحيث تعمل رفع للوجه وفي ناس وقت تدد الفيلر اللي احنا أصلا حابينه يعني كتير من الناس أو كتير من البنات تحديدا فيهمهم عن الفيلر أنا بدأ بالفيلر بالذات فيه مغلوط يعني اللي هو قملة كبر خلي الصرف يبان يعني الفكرة فيه ناس كده طبعا يعني فيه ناس بتيجي تقولك أنا عايزة حقن 2-3 طب أنت محتاجاهم أصلا لأ أنا عايزة يباني أن أنا عاملة يعني حاجة يعني فيعني المفروض أن الفيلر نستخدمه استخدامات طبية أكبر ما يكون مجرد تجميلية يعني فيه ناس بتعمل ضايت قاسي ممكن ينزل تقريبا 20 أو 30 كيلو فساعتها بيبقى فيه تهدل موجود في منطقة الوجه طب التهدل ده عشان نقدر نحله ممكن نحط يعني فيلر في أماكن زي على العظم حسنا أنا أشد الجلد الأول وأرفعه حتى عشان عامل فوليم عشان عامل حجم بعد كده في منطقة الخد أو كده يبان ناتشورة ويبان لونه يعني شكله طبيعي مبقاش مجرد يعني امتلأ وخلاص يعني برضو زي الصورة هنا احنا ممكن ساعات نملك بالفيلر المنطقة دي لكن دلوقتي برضو فيه تقنية حديثة في الحق أنا ممكن نحق نفوق أكتر بحيث نشد الوجه الفوق فيبيدينا الشكل اللي هو مرفوع لفوق أكتر بدل مجرد هنا فيه كالكعمة وجودة وخلاص يعني يعني الراجل والست بيقبلوا على الفيلر برضو؟ اه طبعا يعني سواء طبعا سيدات أكتر يعني خصوان سبقلت حقيقة دلوقتي حتى فكرة الإيجنج أو تقدم العمر مختلفة عن زمان يعني زمان ممكن حد يبقى عنده سن 40 ومد السن ده لكن دلوقتي ممكن نفس السن هو ما يديش يعني ببان أقل أو أصغر لأن برضو الفيلر هي مش مجرد فكرة ملء أو رفع أو كده بس هو مدتر حونك أسل نفسها مع الوقت ومع السن فهي نفسها بتدي أصلا شباب للجلد ورونق ليه مش مجرد حتى ملء أو رفع بس البوتوكس بقى استخدماته احنا قولنا الفيلر له استخدامات كمان في الحوادث مصبوط تمام البوتوكس نفسي كلا؟ آه والبوتوكس طبعا هي مادة بتتحقن تحت الجلد علشان تعمل يعني ارتخاء للعضلات فبتقلل من شكل التجايد وانا برضو بحب ان انا يعني انصح الناس احنا نعملها بدري يعني ما استناش تبقى التجايد دي ثبتة وبقت زي يعني موجودة وحفرت في الجلد وعمل بعدها بوتوكس لا لما عملها في التجايد الحركية حركية دي يعني انا قاعدة ما فيش اي اكشن ما فيش اي تجايد موجود لا مع بعض الحركات زي التكشيرة مثلا او كده تظهر الحركة هنا لما حقن البوتوكس ممكن يجيب نتيجة بنسبة تصل لمية في المية وتبقى طبعا نتيجته كويسة حتى مع تكرار الحقن ممكن ازود الفترات بين الحقن وكمان اقل العدد الجلسات بعد كده لكن لما استنى تبقى التجايد دي خلاص ثبتة وبقت موجودة لا لما حقن هنا بوتوكس مش هيجيب نتيجة الا منسبة مثلا 80% ولا حاجة فحتى لو استنت مش هيجيب نتيجة المرجوة لها متخيلة الحوادث الفيلر بيفيد في التعامل معها اه طبعا يعني كان فيها عندنا حالة كتعاملة زي حدثة وحصل يعني افكشن منطقة الفك اللي موجودة هنا هنا لما حقننا فيلر على منطقة العظم نفسها بقى التحدد العظمية فهنا انا عالجتها مش فكرة حتى عملنا فيلر تجميل احنا كده عالجنا زي هنا يعني المنطقة اللي في الجنبي دي كلها بقت حتة واحدة كده فطبعا مع الحقن بتاع الفيلر ادى يعني الرسمة الطبيعية للعظم بتاعة الفك بدل ما العظم حصلها تأثر يعني وهنا انا يعتبر عملنا علاج بالفيلر مش مجرد حاجة تجميلية فقط يعني ايه الاشياء اللي لازم الناس تعيها او تفهمها فيما يتعلق بالجلد والتجميل في عالم اصبح اللي بيفتو في الجلد والتجميل اي حد اي حد ماشي معدي كده بيفتو في الجلد والتجميل طبعا المقدمة لحدك قلتها جميلة جدا يعني انا بيجي الناس كتير تقولك انا روح تعملت دربة بيننا في بيوت سيمتر مثلا يعني اجراءات يعتبر طبية بتعمل في اماكن مش مختصة هنا مشكلتها اولا ممكن تقول معمولة المريض خطأ قصي يعني المريض ده نفسه مش محتاج الاجراء ده وبالتالي بيظهر مضعفات وعراض جنبية كبيرة جدا تاني حاجة ان هي المكان نفسه قاش معقم التعقيم الكافي فممكن يحصل عدوى انا بقعد عليك في الكلام ده سنة واثنين بعد كده كمان فيه شقة تانية حالة تكلمت فيه اللي هي الانلاين بنات تخش اونلاين تشتري حاجات كتير وللعلم انه بتبقى غالية يعني وساعت بجملكم حاجات طبية وبرندات كمان علي بس انا دايما بقول ان ما فيش حاجة حلوة وحاجة وحشة وفي حاجة مناسبة وحاجة مش مناسبة يعني مش معنى ان هي واحدة طلعت وقالت ان المنتج ده انا استخدمته كان كويس معايا فانا اجيبه واستخدمه ويبقى لازم يكون كويس معايا بالعكس ممكن يكون مثلا واقع شمس مش مناسب او مرطبات مش مناسب او الناس بتجيب منتجات نظرة كتير هارونك اسد وغيرها وتجيبها وتبقى بالنسبة لها مش مناسبة وتطلع لها بقى حبوب تحت الجلد سبحانك قلت او دا انا نعالج فيها سنة واثنين وممكن تتعالج وممكن تسيب ندبات كل ده عشان اشتريت منتجات ممكن ما كونش مناسبة ليا مع ان اشتريتها وكانت غالية وصرفت فيها فلوس وحطتها الوقت كويس كمان انت نورتينا وعسعتين بهذه الرحلة الجميلة اللي انا عايز انهي بيها بس بحاجة مهمة البيوتي سنتر او مركز تجميل كوفير يعني ده مكان لطيف جدا مكان ظريف جدا مكان محترم جدا طالما بيقدي مهنته طالما بيقدي شغلته اي مكان كده والاعادة كده برضو العادة الطبية طالما بتقدي شغلتها مكان محترم خرجتها عن شغلتها نشوف اللي مقولك العيادة يعني اتبقى مش مكان مش لطيف يعني شغلت البيوتي سنتر اه والله ستر راح تعمل فروة يعني فرمة فروة ايه فرمة في رأسها في شعرها يعني ماشي تمام اتعمل شعرها بشكل لطيف راح تعمل عندها مناسبة فرح بتاعة راح تعمل ميك اوب اه تعمل دوافر ما فيش مانع ولا وانا بعرضه مش يعني هتزبط دوافر ولا ان الحكاية دي برضو يعني الافضل سعملها في البيت لكن يدخلوا بقى في الطب هم ويحطوا منخرهم في الطب ويبدأوا يقولوا لسي تعالي نحقليك فيلر وتعالي نحقليك بوتوكس وتعالي نعالجلك شعرك وتعالي نركبلك اكستنشن وتعالي مش عارف نعملك ايه هنا بقى هنبدأ نخرف ونبدأ نرتكب جرائم اكيد جرائم ليه وانا يا جماعة لو جيت دخلت الطيارة كده ساموا عليكم طيارة ساموا عليكم عايزة شوق الطيارة دي ليه يا عم انا شفت طيارة بتتساء وشفت على اليوتيوب كيف تخسوق قود تقر زي ما في الفيلم بتاع عنتر وليب لب كيف تخسوق تقر هتجاب الكتاب كده وهقعد هسوق الطيارة دي هيحصل ايه هخيش بالطيارة دي هخيش تخيش يا جامدة جدا هتودي بحياة كل اللي في الطيارة وبيي انا كمان في دهيا حضرتك اللي بيشتغلوا في الحتة دي ويقولك انا هشتغل طب كمان هشتغل فيلر وهشتغل بوتوكس وهشتغل كير للهير وانا خبير شعر فهحقن الشعر وهعمل جلسات للشعر وهعمل مش عرف ايه ده زي كده بالظبط بيسوق طيارة بتون تدريب من غير ما يكون طيار ما دلتش النتيجة هتبقى وخيمة للغاية ضيفاتي العزيزة النهاردة كانت منورانا دكتورة منار علي حسن دكتوراه استشاري الامراض الجلدية والليزر والتجميل صاحب الشهادة المحر التقومي لعلوم الليزر عضو جمعية الاوروبية الامريكية لجلد والتجميل نورت الناس الان مرسي جدا جمهر حرامي خليكم مع الناس الان